زيدوا ففي القلب للأحباب متسعوا ما فرق البعد من في الحب قد جمعوا نامت على كتف الآباء أعينونا وما حصادهم إلا الذي زرعوا يواضعينا على هذا الفؤاد يدا يوصيكم الله في الأولاد فاستمعوا بسم الله الرحمن الرحيم أقدر الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة الأكارم نمضي وإياكم في برنامج يوصيكم الله في أولادكم هذا البرنامج نطل به على حضراتكم في كل يوم من أيام شهر رمضان بجانب من جوانب تربية الأهباء للأبناء اليوم أحدثكم عن أسلوب راقي من أساليب التربية وهو أسلوب التربية بالحوار سوف أذكر لكم قصة جارت مع النبي صلى الله عليه وسلم تمثل لنا هذه الطريقة الراقية في التربية جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاب شاب في مختبل عمر 20-18-22 يقول يا رسول الله ائذن لي بالزنا هذه الفاحشة وهذا الفعل المخل بالأخلاق والقيم يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه إذن بالزنا الشاب دائما يحكمه العنفوان وتحكمه الشهوات وتحكمه العواطف هذا يحتاج إلى حوار نحاوره هذا درس لكل أب هذا درس لكل أم هذا درس لكل مربي يجلس مع الشباب خاصة يعني الشباب أقول لا أقول الأطفال الأطفال يعني مخصصون بهذا البرنامج عن طريق الحوار وأن نحاورهم ولكن الشباب بالذات ائذن لي بالزنا هذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام هل يذكر له النصوص والآيات التي تحذم الزنا وما أعده الله عز وجل للذين يرتكبون الفواحش ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا لا النبي بدي حاوره وينه يدخل إلى عقله ووجدانه قال له أتحبه لأختك ترضى أن أختك تزني قال لا يا رسول الله قال له والناس لا يحبونه لأخواتهم قال أتحبه لأمك قال لا يا رسول الله شو عم تحكي أن أمي قال والناس لا يحبونه لأمهاتهم تحبه لخالتك لعمتك ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الخواص من النساء الأقارب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى روحه وحاله يريد أن يصلحه قال فوضع يده على قلبي القلب القلب الوجدان يعني قال اللهم طهر قلبه وحصم فرجحه فخرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت إليه وأحب شيء إلى قلبي هو أن أرتكب هذا الفعل المشين وخرجت من عنده وأبغض إلي شيء في الدنيا هذا الفعل المشين هكذا كانت مداوات النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب نحن بحاجة أن نجلس إلى أبنائنا نحاكيهم نستخرج ما في عقولهم من أفكار غير ناضجة من أجل أن نلقحها بالوعظ والإرشاد وما ينبغي أن يكون عن طريق الكلمة الطيبة والحوار كم من ولد أراد فعل شيء معين ربما يريد الآن السفر شاب عمره 17 سنة يريد السفر أريد أن أذكر حالات يعني إنما هي مثال واقع شاب عمره 17 سنة 18 سنة يريد أن يسافر خلاص هكذا يعني قرر في يأتي إلى أبي طبعه تحاوره كل شيء إلا حسنات وإلا سيئات أنت هلأ لسه عمرك يعني هذا العمر ليس معك شهادة والإنسان اللي ما معه شهادة لا يستطيع أن يعمل ونحاوره في كل شيء شاب عمره 19 ربما أحب فتاة في الجامعة يعني يريد أن يتزوجها له تعالي يا بابا خلينا نجلس ونتحاور يجلسه وياه وأمه نتحاور نقول له أن البيت يعني فيه إنفاق والإنسان يجب أن يبلغ يبلغ مبلغ الرجال حتى يستطيع أن يكون أبا وكذا وكذا هذا هو أسلوب أسلوب الحوار كم نحن بحاجة إلى أسلوب أسلوب الحوار عندما نخاطب أبناءنا ونربيهم خاصة أن نحن في زمن صعب أيها الإخوة الكرام صار الإنسان يتعلم عادات وتقاليد وقيم غير تقاليد الزمن الماضي غير زمان الذي عاشه الأباء والأمهات كم من بنت تجلس الآن في بيت أبيها وأمها وكأنها مكتوب على جبينها افهموني يا ناس افهموني تريد أم تحاورها تريد أم تجلس معها وتستخرج ما في خفايا النفس أبناؤنا خاصة الشباب بحاجة أن نجلس معهم وأن نحاورهم وأن نقنعهم حقيقة الحوار إما أن تقتنع وإما أن تقنع إذا كان في فكرة الإنسان حتى لا يتشبث بفكرة معينة قد يكون أبنائنا وشبابنا الله يحرسهم ويحفظهم أنه هني مقتنعين بفكرة خطأ نحتاج أن نحاورهم وأن نبين لهم الخطأ من الصح لهذا أمر خاطئ والدليل عندي كذا وكذا 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 أيها الأخوة الكرام بعض الآباء وكأنه في داخله يقول لأولاده لا أريد أن أسمع منك شيئا حاوره هذا الولد ربما بداخله شيء جدير بأن يسمع جدير بعض الشباب عندهم أفكار ربما تكون أفكار صحيحة نجلس ونتحاور لذلك قلت في حلقات سابقة ما أجمل المائدة المستديرة مائدة الطعام عندما يجلس الأب ويسأل ولده كيف الجامعة كيف التخرج ماذا سوف تفعل بعد التخرج قد يكون في نية الولد شيء معين وهذا الأمر غير صحيح كيف نصويبه نصويبه على مراحل وبالتدرج كذلك ربما يكون الولد قد يعني مشى في طريق خطأ بدأ يدخن لا سمح الله بدأ الأب يعني يعني يرى على ولده نوع من أنواع تعاطي المخدرات هذه مشكلة كيف نأتي به وكيف نجلس معه وكيف نحاوره هذا الأسلوب الذي يسمى لا أريد أن أسمع منك شيئا هذا أسلوب ينبغي أن لا يكون من الآباء للأبناء أيها الآباء أيها الأمهات وكأن القاعدة التي تقول أن أولادنا خلقوا في زمان غير الذي خلقنا له هذا جيل الواحد وعشرين غير جيل القرن العشرين نحن ولدنا في القرن العشرين كان زمان ليس فيه وسائل تواصل وليس فيه فيسبوك وليس فيه هذا الانفتاح على العالم كان الإنسان عندما يدخل بيته ويغلق قفل بابه أو باب داره يأمن من كل الناس الآن لو دخل إلى البيت ودخل إلى الغرفة وحبسته بالغرفة كما يقولون يفتح الموبايل ويتصل بكل الدنيا يتصل بأصدقائه ويعرف ما يجري في كل الدنيا بلحظة واحدة وبدقيقة واحدة هؤلاء خلقوا لزمن غير الذي خلقنا له يجب أن يكون هناك حكمة في التعاطي معهم الآن الأبناء يجب أن نجعلهم أصدقاء متى ما صار ابنك الابن تلاعبه سبعا قيل لاعب ولدك سبعا من أول يوم من وقت ما بيكون عمي كاغي في بداية الطفولة لحد سبع سنين بعدين تؤدبه سبعا السبع الثاني إنما هي تأدب يعني من السبع للأربط عشر بعد الأربط عشر هذا صار بمثابة صديق شاهدت مقطع من الفيديو عن بعض الآباء وهم يتحدثون عن أبنائهم عاملين مثل روبورتاج قال أنا أعتبر أولادي وكأنهم أصدقاء كمان كثير من الأبناء يعني عندما يتحدثون عن آبائهم بيقولوا ما منعتبر والدنا إلا صديق هذه أجمل العلاقات وأشدها رسوخا أما اللي بده يعمل سطوي هذا نحن بزمان كان الأب يعني بهكذا بطرف عينه يشير فيغير المجلس ويقيم الدنيا ولا يقعدها والأبناء يرتجفون منه وهم أبناء خمسين طيب هذاك زمان راح هذا زمان يجب أن نتودد إلى أبنائنا وأن نحاورهم كما حاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جلس إلى هذا الشاب الذي يعني دفعه عنفوانه ودفعته الشهوة وقال ائذن لي بالزناب الكبيرة النبي حاوره ما قاله لا نصوص ولا قاله حرام وحتفوت جهنم يعني لم يذكر حاوره ما أجمل أن نجلس مع أبنائنا ومع بناتنا قد يأتيك ولد من الأولاد فيه من الأيام ويقول لك أنا عاشق والهان وهو لسا ببداية الحياة الجامعية ماذا تقول له هل تضربه هذا ليس أسلوب من أساليب التربية ونحن من خلال هذا البرنامج نريد أن نرقى في آباء إذا كنت حقيقة لا تعرف ماذا تفعل يجب أن تستشير أهل الذكر وأهل الاختصاص تقول أنا صاير معي هيك يعني يرشدونك هذه الطريقة هي طريقة الحوار قال له تعال 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 يا بني يعني يا بني أنت في مختبل العمر الآن دائما الدراسة أولا عندما تحصل يعني هذا المحصل العلمي إن شاء الله سوف يعني تأخذ والدتك بيدك من أجل أن نخطب لك بنات الناس الآن الدراسة أولا ما من قل له أن هذا الموضوع يعني هو صح أو خطأ نقول له الآن الدراسة أولا ونقول له يعني عندما يعني تصل إلى هذا العمر ممكن أن نبدأ ونفكر في هذه الطريقة التي تفكر فيها هناك أولاد يقعون في أخطاء كبيرة في الحياة انحراف أخلاقي انحراف قيمي هؤلاء يجب أن لا نوبخهم هذا مريض الأب يجب أن يكون طبيب هل لو كان طبيب مختص بالأمراض الجلدية وأتاه مريض قد أصابه إمتان جلدي هل يتأفف منه ويقول له اذهب عن عيادتي واذهب عني فإني لا أحب أن أراك أم أنه يأتي يعني كما يقولون بهذه الأشياء التي توضع على اليد يعني سموها الكفوف ويبدأ ويمسح له ويدهم بالمراهم من أجل أن يأخذ بيده إلى الشفاء وأن يشفيه الله عز وجل طيب هذا كمان ابنك أصابه شيء بدأ يدخن يا سمح الله يعني عنده رفاق سوء نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر أولادنا يجب أن نشغلهم بما ينفعهم أولادنا مسؤوليتنا عطوهم ملفات فيها خير وصلاح يجب أن تنجز هذا العمل حتى يملئ وقت فراغه بما ينفع أيها الأخوة الكرام اليوم في هذه الحلقة صلتنا الضوء على التربية أسلوب من أساليب التربية في البيت وهو التربية بالحوار أن تجلس يا سيدي لو ما كان في مشكلة أن نجلس وأن نحاور أبنائنا في موضوع معين في موضوع قول مثلا من يعرف عن هذا الموضوع مثلا عندنا بلدنا الحبيب كم مساحتها كم محافظة هي نحاورهم حتى الحوار إنما يفضي إلى النتيجة الصحيحة أيها الأخوة الكرام يجب أن نجلس مع أبنائنا ولو لم يكن هناك مشكلة أن نحدثهم ويحدثون يعني أي موضوع فيه حوار يعني أن نتحاور معهم ربما هو يعرف شيء خطأ عن موضوع معين فنصوب له هذا الخطأ شيء يتعلق بدراسته شيء يتعلق بدينه شيء يتعلق بأسرته شيء يتعلق بشخصيته كم من أبنائنا كم من بناتنا كم من شبابنا مكتوب على جبينهم فهموني فهموني يا جماعة لك بدون من يحاورني أنا عندي طاقة ربما هناك طاقة كامنة لذلك الذي يكتشف المواهب حقيقة إنما هم الآباء والأمهات عن طريق الحوار مع أبنائهم عندما يرون فيه عقلا يعني حصيفا عندما يرون فيه ذكاء ملفتا عندما يرون فيه يعني صوتا صداحا هذا يجب أن يوجه لذلك كلما جلسنا مع أبنائنا كلما اكتشفنا فيهم المواهب أيضا أيها الإخوة الكرام بعض الآباء أقول البعض وليس الكل إنما هم أميون في قراءة أولادهم لا يعرفونهم لذلك فلنجلس معهم ربما عنده عخدة من أخيه ربما يقوم الضايق في أبناء ما بيبين عليهم حتى تجلس معهم لك أنا متدايق منك كأب متدايق من موقف قد خلق لذلك بتلاقي أنه أشياء كانت متفونة الحوار أظهرها لك أنا زعلان منك من موقف فيك جرى من خمس سنين حتى تنكشف الأمور وقول له هل لمنا نرضيك وهل لمنا نرضيك تحدثوا مع أولادكم بمكاشفة خصصوا من أوقاتكم لأولادكم لهم علينا حق أولئي أمانة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو سدة المجتمع أرقى شخصية يعني خلقها الله عز وجل على وجه الأرض إنما يعني يحاور إنزانا يريد معصية أليس حريا بنا ونحن آباء يعني مع أبنائنا الذين ربما يخطئون في الحياة أن نصوب لهم خطأهم وأن نأخذ بأيدهم إلى الخير سأل الله عز وجل أن يجعل أولادنا قرة العين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامت على كتف الآباء أعينونا وما حصادهم إلا الذي زرعوا يوضعنا على هذا الفؤاد يدا يوصيكم الله يوصيكم الله يوصيكم الله في الأولاد فاستمعوا ترجمة نانسي قنقر